موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلبة السادس الأعدادي في الوحدة الثالثة من الدرس الرابع تكملة لموضوعنا نظرة عامة للنظام الاقتصادي تحدثنا في الدرس السابق عن المبادئ العامة للاقتصاد الإسلامي اليوم سنتناول إن شاء الله سبحانه وتعالى أسس الاقتصاد الإسلامي قبل 14 قرنا لم يكن أقام الإسلام نظاما اقتصاديا متكاملا وأنشأ مجتمعا متكاملا ومتعاونا في حين لم يكن في العالم نظاما اقتصاديا متكاملا تدعو إليه وتتبناه دولة من الدول أو فئة من الناس وإن أهم هذه الأسس الاقتصادية في الإسلام هي أولا أن العبادة للخالق وحده لا للمال أن العبادة للخالق وحده لا للمال والمبدأ الإسلامي الأول في الإسلام هو التوحيد ويتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلح فالله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد هو خالق الكون وحينما نصلي ونعبد الله فإننا نخص الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة في جميع أركان حياتنا وعند إقامتنا للصلاة نقول إياك نعبد وهذه تعني أن المرجع والعبادة لله سبحانه وتعالى وأننا نعبدك يا رب العالمين وحدك فإنك لا شريك لك ولا ولد ولم تتخذ صاحبة ولا ولد وهو المتفرد سبحانه وتعالى في العلوهية وفي الربوبية وله الأسماء الحسنى فالضمير يجب أن يتحرر من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى وهذا يعني أمرين أولهما تخليه عن عبادة العرض الأدنى ذلك تلك العبادة التي زجرها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال فيما روي عنه تحس عبد الدينار وعبد الدرهام وإلى آخر الحديث النبوي فنهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عبادة المال وعن حب المال حبا يحوي القلب جميعا فالمال وسيلة لا أكثر نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني تخليه عن كل هوى باطل من الشهوات ومن الأمور التي نهانا الإسلام عنها فالإسلام دين واضح يبين للإنسان طريق الهداية والاستقامة فتخليه عن كل هوى باطل كما ورد في صورة الجاثية قال تعالى أفأريت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون نهانا الله سبحانه وتعالى عن اتباع الهوى فعبادة الأهواء تفسد القلب ومن ثم الأسس الثاني من النظام الاقتصادي في الإسلام أن المال وسيلة لا غاية يرى الاقتصاد الإسلامي أن المعاش والرفاهية والتمتع بخيرات الدنيا من ما لا يستغنى عنه الإنسان غير أنه ليس غاية الحياة ولا هدفها الأساسي ولقد ذم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الرهبانية وأمر بالعمل الشريف النافع ابتغاء فضل الله يعبر القرآن الكريم عن التجارة بفضل الله وعن المال بالخير وعن الغذاء بالطيبات من الرزق وعن اللباس بزينة الله وعن المسكن بالسكن وهو الراحة وكل هذه وسائل وليست غايات وسائل توصل الإنسان إلى مركزه الحقيقي ورسالته التي أوجدها الله سبحانه وتعالى له من أجل أن يكون خليفة لله في أرضه ومن الأسس الأخرى مستوى المعيشة مكفول للجميع وللقادرين الاستزادة والثروة لا تتكتس في أياد الأغنياء هذه الأمور التي ذكرها القرآن الكريم لا بد من أن يحصل عليها كل إنسان من مأكل مسكن ملبس كل هذه الأشياء حق كل إنسان على هذه المعمورة ومن طريق العمل الشريف إلا العاجز كالطفل والشيخ الثاني لأن الإنسان إن افتقد هذه الضرورات انتقصت كرامته وعاش في ذل وروي عن الإمام عليه السلام قال لو كان الفقر رجلا لقتلته لأن الفقر يذل الإنسان ويفقد يفقد الإنسان من أجل سد الحاجة ومن أجل قضاء حاجته الأساسية كرامته في كثير من الأحيان إن كان فقيرا شديدا الفقر فالإسلام حافظ على هذه الأساسيات وجعلها من الأساسيات المحفوظة لكل من هو على هذه المعمورة ومن كان قادرا على أن يكسب فوق عمله فله ذلك فليفعل الإسلام لا يمنع ذلك والإسلام وضع الأصول التي يتبعها المسلم في المعاملة وفي الربح وفي الإنفاق وفي إداء الضرائب التي جعلها من صلب العبادات والفرائض وبعبارة أخرى منع الإسلام أن تكدس الثروة في أياد معينة أو في ضمن مجموعة معينة لأن هذا يؤدي حتما إلى البغي وأن يضغى بعض الناس على بعض وقال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم إذن العيش مكفول لكل الناس ومن أراد الاستزادة فله ذلك لكن الإسلام منع أن تكدس الثرارات بأياد معينة من الناس حفظاً على المجتمع وعلى الناس جميعاً من الأسس الأخرى أن تكون السلطة عادلة لتنفيذ التشريع وحمايتهم لا بد من أن هناك سلطة حاكمة عادلة لتنفيذ التشريع وحمايتهم الإسلام دين عملي يلزم الدولة الإسلامية وولي الأمر تنفيذ أوامره ونواهي ويلزم الناس اتباعها ومن خالفها نال العقاب فالقضاء الإسلامي قادر على وضع الحق في نصابهم إذن لا بد من أن تكون هناك سلطة عادلة حتى ينفذ التشريعات التي تخص ديننا الحنيف ودين الإسلام الحنيف جمع جميع أركان الحياة ونظمها وجعل لها معاملات وجعل لكل ركن من هذه الأركان نظام يصلح لكل زمان ولكل مكان من الأسس الأخرى مرونة الاقتصاد الإسلامي ليواجه الظروف المختلفة جاء الإسلام مكملا لجميع الشرائع السماوية وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم النبيين فالإسلام ليس مرحلي بل هو دين للبشرية كلها إلى يوم القيامة فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أبعث للناس كافة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أبعث للناس كافة ولا بد من أن نبين كيف ضمن الإسلام المجتمع مذهبا اقتصاديا صالحا مهما اختلفت الأزمان والأمكنة والظروف فالمذهب الاقتصادي الإسلامي فرضه الإسلام على نحو لا يقبل التغيير ولا التعديل فقد حل أمورا وحرم أمورا فحلال الإسلام حلال إلى يوم القيامة وحرام الإسلام حراما إلى يوم القيامة مثال ذلك قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم فالإسلام حرم الإحتكار والسرقة والغش والخمر والميسر وأكل لحم الخنزير والميتة وغيرها فالأصل التشريعي في هذه الأحكام هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فعليه عزيزي الطالب إذن أسلس الاقتصادية في الإسلام ضرورية ويجب أن نتبعها وبينا جميع المبادئ الإسلامية الاقتصادية الإسلامية وأسس الاقتصاد الإسلامي ومن الأمثلة الأخرى على ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذاتك خير وأحسن تأويلا ففي هذا النص دلالة واضحة على وجود طاعة ولي الأمر الآدل وولي الأمر هو صاحب السلطة الشرعية على أن يحكم بهدي الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة بين الناس وتحقيق التوازن ويكون هذا التدخل ضمن الشريعة الإسلامية فلا يحق لولي الأمر أن يحل الربا أو يجيز الغش أو يعطي القانون الإرثي ولكن يسمح له بالتدخل والإشراف في الأعمال المباحة التي أباحها الإسلام وله التدخل فيها فيمنع عنها أو يأمر بها كأحياء الأرض أو بناء السدود واستخراج المعادن وشق الأنهار والطرق وغيرها من ألوان النشاط والأعمال المباحة التي سمحت بها الشريعة الإسلامية فهذا يبين لنا أن حلال الإسلام حلاله وحرامه حرام إلى يوم القيامة لا يجوز لولي الأمر أن يغير من الأسس الثابتة في الإسلام ومن الأشياء التي جاء بها نصا صريحا لا يجوز له فيجب أن يكون ولي الأمر له التدخل في الأشياء المباحة فقط أما الأشياء الثابتة التي أقرها الإسلام بنص من الكتاب والسنة النبوية لا يجوز له ذلك فإذا رأى ولي الأمر أن يمنع من القيام بشيء من تلك التصرفات أو يأمر بها أي المباحة ومن في حدوث صلاحياته كان له ذلك وبهذا أصبح المذهب الاقتصادي مرنا في مجال التطبيق ومرونته هذه تتمثل في معالجة المشكلات التي تعرض للجميع في الظروف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي مرت بها الدول وحلها وفق النظام الاقتصادي العادل لصالح جميع الأمة إذن هذه هي أسس النظام الاقتصادي في الإسلام بيناها وبينا في الدرس السابق مبادئ النظام الاقتصادي في الإسلام إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم آملين أن نلقاكم على خير في درس قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة